تحت عنوان واقع ومستقبل وبرعاية وزير الصحة الدكتور حسن محمد لغباشة أقامت الهيئة العامة لمشفى الشهيد باسل الأسد لأمراض وجراحة القلب مؤتمرها الثامنة وذلك بحضور عدد كبير من الأطباء داخل وخارج القطر في مدرج المشفى بدمشق نحن نعقد هذا المؤتمر بهدف تبادل الخبرات العلمية الخبرات العملية الصحية لكي بالنهاية تنعكس بشكل عملي على واقعنا الطبي وعلى الواقع الصحي وعلى مرضانا بشكل رئيسي نحن بعد غياب 12 سنين للمؤتمر حقيقة نفتخر طباءنا الموجودين بالبلاد واللي صبروا رغم كل الظروف ورغم كل الضغوط الموجودة عليهم ورغم كل الأحداث نفتخر بالعدد الكبير اللي يجوا وشرفونا ونوروا المركز كله وإن شاء الله يكون طلاقة جديدة بداية جديدة لسوريا ككل إن شاء الله بإذن الله تعالى مؤتمر مهم جدا وفيه حضور مهم جدا من الداخل ومن الخارج وإن شاء الله نتمنى الفائدة المرجوة لكل الأطباء والزملاء المشاركين إن شاء الله يستعيد مراكز الباسل أقلقه ونشاطه مثل ما كان من قبل المؤتمر تضمن حفل افتتاح عبر عن أهمية عقاده بعد غيابه لسنوات وأكد على أهدافه في الاستمرار بالعلم والعمل وتسليط الضوء على أحدث ما توصلت إليه البحوط والدراسات العلمية والجراحات القلبية نحن اليوم شاركين مؤتمر القلبية بالباسل وعرضين كل مستلزمات العناية القلبية والعمليات من أدوات جراحية لكوتري لأدوات تنظيرية والعناية من مونيتوريات وأجهزة صدمة ومنافس وتخطيط المؤتمر يستمر لثلاثة أيام يناقش أهم المستجدات القلبية العالمية ويفتح فرصا لشباب المقيمين الجدد مواكبة تطورات جديدة في مجال اختصاصهم